أنت 1-0 تعليق على الشرط الثاني وهل الشرط الثاني مستوى أقل شوية من مستوى الأول؟ ده حقيقي فعلاً مستوى أقل شوية يعني ممكن يكون اللعيبة بقى طبعاً مش في جهازية كاملة نتيجة أن المسابقات بتاعتهم خلصت من فترة ممكن يكون بيتمرنوا خفيف كذلك برضو ممكن التغييرات الكتيرة اللي احنا قلنا عليها لازم تحصل ممكن تكون أثرت برضو على الأداء ما بقى فيه تغييرات كتيرة بيبقى القوام بيطلخبط شوية في الفريق يعني المباراة كلها طبعاً الاستفادة فيها الوحيدة هو أن الناس تشوف اللعيبة الأجهزة تشوف تتابع يعني يقدروا ياخدوا فكرة كونوا فكرة طبعاً مش فكرة أساسية لأن فيه أكيد مباراة جاية تانية إنما ياخدوا فكرة مبدئية عن اللي يقدر يصلح إنه هو ممكن زي ما قلنا تحسباً إن شاء الله بإذن الله إنه دي الأهلي خلص الدوري بدري يبقى اللعيبة دي ممكن أستعام بيها في خلال الفترة اللي جاية ظهر أكتر من اللعيبة يمكن برضو لازلت مصرر أن هما الاثنين ميدو أسامة وكباكا هما الاثنين اللي ظهرين في الفريق ولعبوا بمستوى ثابت شوت أولاني وشوت تاني باية اللعيبة ممكن يعني في بعض اللعيبة فيهم ممكن يكون برضو الأداء ما أقنعش أوي زي بقولك نتيجة ممكن برضو يكون فيه ضغط مباراة بتتزاع وفي نفس الوقت الجهاز قاعد برا وجود كابتن سامة أمسان برضو جي يتفرج فممكن في بعض اللعيبة بتقلق شوية من الحاجات وعارفين إن هي المتشات دي أو المتش ده عشان برضو الاختراض خلال الفترة اللي جاية ممكن يكون ده أثر على بعض اللعيبة إنما أنا بحقي بقى كمان فريق الدفاع الجوية الحقيقة لأنه كلهم طبعا مجندين وكلهم يعني لعيب الدرجة رابعة في قسم الرابع وكده وقسم الرابع برضو خلص من فترة فأكيد برضو ما متمرنوش فكويس إنهم قدام النادي الأهلي هزيمة 1-0 وكانوا برضو بعض الأحيان بيوصلوا المرمى النادي الأهلي فدي حاجة كويسة تتحسب لهم